مصطفى محمد القريب من أنه يلحق بمعسكر منتخب مصر فيما يخص معسكر مارس فقد جواز سفره القصة شنطة فيها فلوسه محفظته وجواز السفر بتاعه كان ماشي بيها في أحد المولاد في إسطنبول فواحد سرقه القصة عملت مشكلة لأنه جاية قبل أسبوع أو أقل من الانضمام إلى معسكر مصر مباشرة من إسطنبول ربما إلى كينيا أو إلى مواجهة كينيا فمصطفى محمد بعت للجهاز الفني لمنتخب مصر أنه تعرض للسرقة وفقد جواز السفر منتخب مصر طلب منه استخراج وثيقة سفر من تركيا حتى يتمكن من الحضور إلى مصر وبعدها نبدأ نكمل بقى القصة ونعمل جواز سفر الجهاز إداري المنتخب يحاول حاليا سرعة تجهيز الأوراق المطلوبة لللاعب من مصر حتى يتسنى له استخراج جواز سفر جديد بعد وصوله إلى القاهرة لكنها القصة بقى أنه عبال ما يخلص مطشته هناك ويجي مصر ويعمل الورق فالآنين ما يلحقش مطش كينيا بحسب التقارير حتى التركية أنه في صعوبة في لحاق مصطفى بمواجهة كينيا بسبب ضيق الوقت خاصة أنه يحتاج لاستخراج تصريح التجنيد وكذلك تأشيرة السفر فضلا عن جواز السفر نفسه مستفى محمد مرتبط مع جلتا سراي في مواجهة مع تشايكور ريزا سبور في الجولة 31 من الدور يوم 19 مارس منتخب مصر معسكره يبدأ 20 هنسافر إلى كينيا يوم 23 قبل المباراة بيومين التقارير زي ما قلت لكم بتقول أنه مهدد بالغياب عن معسكر منتخب مصر في مارس بسبب هذه الوقاعة أو على الأقل مواجهة كينيا قبل مواجهة جزر القمر اللي هتكون في القاهرة فهتكون وقتها مفيش أزمة بالمناسبة يعني أنا جواز سفري ضع قبل كده فأنا أعتقد وروحت السفارة في بلجيكا وتعملي وثيقة السفر في 30 دقيقة فأعتقد أنه مش صعب أنه يحصل خروج وثيقة السفر علشان يرجع إلى مصر وتبدأ الإجراءات لكن هي الفكرة في ماتش يوم 19 اللي مع جلتة سرايدة اللي هيبقى وصوله هنا متأخر فالخطوات تعامل في قد إيه فيلحق بالبعثة وده لأ ده اللي مخلي في صعوبة لكن الإجراءات نفسها ما بتاخدش وقت طويل على أي حال ربنا يعينك مصطفى وخلي بالك من الغربة خلي بالك على جواز سفرك